بينما يترقب العالم قمة مزمعة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين وتدور الأحاديث حول مكانها وتوقيتها في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة وسط تدهور حاد في العلاقات التي وصلت لأدنى مستوياتها منذ عقود استيقظ الروس على نبأ رفض واشنطن الاندمام مجددا إلى اتفاقية السماوات المفتوحة للحد من التسلح إشعار أمريكي إذن تبدو معه واشنطن وكأنها تضع المسمار الأخيرة في نعش المعاهدة التي حظيت بدعم واسع من جانب حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا والديمقراطيين في كونغرس كإجراء لبناء الثقة بين خسمي الحرب الباردة سابقا ورغم أن هذه الخطوة كان من المتوقع أن تقدم عليها الإدارة الأمريكية لكن موسكو كانت تمني نفس بما هو عكس ذلك ولعل ما يؤكد هذا تصريحات الخارجية الروسية التي تقول أن الرفض الأمريكي لا يوفر مناخا مشجعا لإجراء محادثات بشأن الحد من التسلح خلال القمة المرتقبة بين بوتين وبايدن الشهر المقبل وبينما تتهم الولايات المتحدة روسيا بتقويد معاهدة السماوات المفتوحة وعدم الامتثال لبنودها عبر انتهاكات عدة تنفي موسكو هذه المزاعم في وقت تشير فيه التوقعات إلى انسحاب روسيا من المعاهدة هذا العام وفي حال انسحاب كلا البلدين من الأجواء المفتوحة فلن تبقى سوى معاهدة واحدة مهمة لتحديد الأسلحة بين الولايات المتحدة وروسيا وهي اتفاقية ستارتا الجديدة لنزع السلاح النووي